صباح الخير او مسائل الخير عليكم. ايان كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت رسه جديد معينا او مارس معنا. اصدر اشترك وفعل جرس عشان يوصل لك كل جديد. اه بشكركم اه بحب تعليقاتكم الايجابية. اه كمان مثل التدعيل كتير. انا جمان بقول لكم مثل ما قلته ان شاء الله. و اه انا كمان بحبوك كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة التواقعات العاطفية. اه لمواليد برج السراثون. ان شاء الله. اه و ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التواقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. واه وهتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعزاب. اه سواء في زواد او لقى في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لقى في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بكم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السراطون. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة في طاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة الحظ. اه فشكلها فترة جاية لك فيها تغيرات كتير اوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من الكراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير اوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ. شايفك كمان برج السراطون. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي. اه سواء عقرب سراطون حوت. اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن او انت اصغر منه. اه ومن الشرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه في عرض حب جايلك. اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض اربوع. اه اللي بعد كده بيقولك انت جايلك فعلا عرض عرض قوي جدا. في حب في عطاء. في رقاء. في استقرار. اه في حياة عيدة جدا. في شخص انت منفصل عنه. هو برقبك لبعضكو. هو برقبك. هو ممكن يكون كمان سبب انفصال كالمادي. اه انا شايته بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة. عايز يطور من نفسه. عايز يجي لك اه وهو اه اه الناين في كالسي يعني عايز يجي لك وهو يعني هو سابك وهو بحالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص وهو بيشتغل على ده حاليا. ده بالنسبة لبعضكو وده اللي موجود في الصاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معيه في القراءة برج الاسد. اه برج العزراء. برج الاسد ظاهير لي مارسين. العزراء. الخوس. الجوزاء. الهوت. اه. وبرج السرطان. ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص ازاي برج السرطان. برج الصور. اه دي الابراج اللي موجودة معيه في القراءة. الطاقات مائية. هوائية. اه الترابية. والنارية برضو موجودة زي ما قلت في القص وفي الاسد. اه نبدأ مع بعض الكراءة. اه الكراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين. حتى في الصاقة. كتير ظاهر عندي منفصلين. انت في توضع انفصال يا برج السرطان. اه انت بتفكر في الشريك جدا. اه بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. اه ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه. يفكر في ذكريات. يعني الاكتر استفكير في الذكريات او حاجات جميلة حصلت بينكو. انتصال ده حصل كمان اه ممكن يكون اه كان فيه مشادات اه كلامية. كان ممكن يكون حصل منك تطول على الطرف التاني. او الطرف التاني حصل منه تطول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه حاجة يعني آآ كلام حاد. ده معنى اصحة فيه رضب آآ فيه كلام حاد آآ فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم. آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته. وآآ فيه ندم كبير. فيه زعل. آآ فيه زعل على العلاقة نفسها. فيه زعل على الشخص نفسه. آآ فيه آآ آآ زعل على على الزبريات. آآ انت والطرف التاني آآ يعني زيلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه البعض. زال البعض منك. طبعا بتانا بقول الطاقة اللي زهرة قداني في الوقت الحالي. آآ آآ بعضكو يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية. او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة. آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. آآ آآ ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. آآ ممكن يكون كمان لبعضكو آآ حصل نقل كلام ليك او مش ليك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ آآ يعني فيه امور بالنسبة لكو ما كانتش وطفة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيط. فيه حد منكو طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلاني. وهو حزيني. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصور ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد مماشي من العلاقة سواء انسا او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. آآ ماشي زعلان وحزين و آآ آآ ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب آآ على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده نسير. فيه حب عنده قوي جدا. لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرر لنفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت او ممكن تكون شريكك بتتعامل مع بورج اصد. آآ 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 و عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عاوز تدي وشي تاني خالط وتباين نفسك بصورة تانية خالط. لا زعلان ولا مكتائب ولا حزين. انت سيطر. انت قوي. انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة غمود عندك. آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع. آآ في رجوع. آآ في رجوع في خبه متبادل. آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 بشكل افضل من الاول بكتير. يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السرطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطسية اللي هو التين وفينتكالت. التين وفينتكالت دعراقة ونكحة ومستقرة آآ فيها بكتب آآ ماضي سيء وشاق جدا. كان في مساعب ومشاكل كتير جدا. كمان انتو بعضكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي كميما في الفترة اللي جاية. وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكو آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته. ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة. بس جات عليك بشكل سلبي. يعني تكون لديك اكتر من اللازم. فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ آآ يعني هتعد تستنى تشوف الشخص الثاني او الطرف الثاني هيامل معك ايه? هو الاول هيديك ايه? هو الاول هيامل ايه? هو الاول هيقدم ايه للعلاقة? بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل. يعني انت مش تعمل بعد كده. ده بالطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله. وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية. آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا فتفر يعني انت فتفر او هو آآ في حد آآ فيه كومتسفر او عايز يسفر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي ميشي ده هو ميشي آآ لسفر آآ وميشي لسفر ممكن سفره ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك. انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك. انت عملت ايه في العلاقة دي? آآ هو عمل ايه? آآ ايه الاحتن اللي يحصل? يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية. ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي. بعضكم زعلان وحزين. زعلان حزين منطوي بيفكرتوا ماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارثين بيأكدولي في رجوع لشخص من من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير خسرت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني اللي على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب وآآ وحسرة وندم فيها حاجات كتير جدا. طعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في الكراءة دي. فانت هو اللي هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف الثاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده. لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع. آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن تكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكو بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين. يعني في شخص مع معين في جماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره. آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحطن خطوبة. هو كمان الشخص ده بيحبك. في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج. آآ بعضكوة والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه. ممكن تكون شخص قديم. ممكن يكون شخص انت تعرفه من السفولة. آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل. آآ آآ المهم ان هو شخص معروف. معروف بالنسبة لك. اللي اللي عايز بيين مش شخص آآ مش شخص جديد. الشخص ده بيبادلك نفس الشعور. يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك. الحد ده بيحبك جدا. بس آآ لبعضكو هو مش بيبين. يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء. لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله. آآ آآ آآ. آآ في زواج. آآ العلاقة. في ترسين علاقة. في خطوبة. آآ للبعض منك. اللي لوزد. للمنفصلين بيواجه عام. انا القراءة هنا عامة. آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل القراءة للعايزبين لوحدهم. هشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية. او فيه حبة او فيه علاقات في الفترة اللي جاية. وللمنفصلين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص. هفصلها. لكن حاليا آآ بواجه عامة. آآ فيه رجوع آآ فيه اشخاص هترجع من سفر. او انت هتتاثر لحد يا برج السرطان. آآ فيه آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك. واللي عايزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا. آآ يا كنت تعرفه من زمين. لو انت دلوقتي ما 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 تعرفش او مش في حياتك حد. هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص ضميلك في العمل او يكون في نفسي محيطك يعني في الحي بيعت جارك كده. آآ شخص ده بتحبك جدا لو انت بتحبه آآ دي من ناحية الفراءة العاطسية. النصيحة في طاعتك للفترة دي يا برج السرطان. آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك سعبان جدا ما بتنمش. آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام. صداع. تعب. ارهاق. آآ انا شايفها صاقة. لبعضكو انت كتير بتفسر في حد من الماضي. نصيحتك سيبها على الله. ما تفكرش في اي حاجة خالف. في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية. في الفترة اللي جاية ان شاء الله. اخرج من الطاقة السلبية دي. لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي. اخرج منها تماما. آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها طوائل التجريح بالكلام. ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليكك آآ آآ يعني مش عارف تنين ممكن كمان تكون العلاقة السلاتية اللي انا شفتها. آآ لا انت عندك مرخلة جاية تعيزة جدا ان شاء الله. آآ فيها استقرار آآ آآ شوية هتحس ان في حاجة نقصابك آآ لكن استقرار آآ نقدر بنقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد المن. لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية احاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص المادة يعني استشير يعني استشير حد يكون اقدر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون اا اا يعني اا حد التصف فيه او اا يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت احتاج انك تتمع لحد اا يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف اا محتار بين حاجتين ومش قادر يفكر ومش قادر يفكر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده اا يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور اا حد يكون من العيلة كمان اا ممكن كمان يكون النصيحة ان تتصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى ان تتصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بيها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الهيرة اللي انت فيها دي اا القراءة انتهت اا نوعا ما ايجابية اا بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج السراسة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر